اعربت وزارة الخارجية عن ادانة مملكة البحرين واستنكارها الشديد للقصف الاسرائيلي لمستشفى الاهل المعدم المعداني في قطاع غزة الذي يسفر عن وفاة اصابة المئات من المواطنين الابرياء معبرة عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر وذوية ضحايا وابناء الشعب الفلسطيني الشقيقة وتمنيتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين وجددت الوزارة دعوة مملكة البحرين للمجتمع الدولي الى التدخل العاجل لوقف اطلاق النار في قطاع غزة وضمان احترام القانون الدولي الانساني في تأمين المستشفيات والمساكن والمنشآت المدنية وتوفير الحماية للمدنيين وفتح ممرات انسانية عاجلة لإدخال المساعدات الطبية والاغاثية والغذاء والماء والكهرباء والوقود الى قطاع غزة واكدت وزارة الخارجية دعم مملكة البحرين لأي جهد اقليمي او دولي من شهن التهدئة وقف العنف والتصعيد واحياء عملية السلام العادل والشامل في منطقات الشرق الاوسط بما يضمن حق الشعب الفلسطيني الشقيق في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لحل الدولتين ومبادرت السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية